موسيقى أخبار الثانية على قناة يامن شباب والبداية بالعناوي موسيقى مصرع أكثر من عشرين عنصر من الميليشيا في غرة جوية شرقية صنعا موسيقى محافظ صعد يقول إن مران على وشك أن تتحرر وقتل وجرح حوثيين بقصفا جوي في رازح موسيقى اللجنة الرئاسية بتعز تشيد بجهود القيادة السياسية والتحالف العربي وحرصهم الشديد على أمن واستقرار المحافظة موسيقى أهلا بكم والبداية في صنعا حيث لقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثية الانقلابية مصرعهم في غرة لمقاتلات التحالف العربي شرقية العاصمة وقال مصر ميداني إن الغرة الجوية سهدفت تجمعا للميليشيا الحوثية في غولة الحنشات بينهم وقتلت أكثر من عشرين عنصرا متمردا وأصيب العشرات منهم في الحديدة أحرز الجيش الوطني تقدما في معاركه التي خاضها أمس الثلاثاء مع ميليشيا الحوثية الانقلابية على أطراف المدينة قال مصدرا عسكري إن قوات الجيش هناك تقدمت في جبهة الدوار والمنصة والطريق الرابط بين مناطق اللاوية الدراهمي والمطار وأكد المصدر أن الميليشيا الحوثية فشلت في إحداث أي اختراق إلى مواقع الجيش الوطني رغم دفعها بمقاتلين أغلبهم من صغر السن وأسطى تغطية نارية كثيفة واحتدمت المعارك باتجاه منطقة المنظر ومحيطها وتخلى لها استخدام كافة الأسلحة بما فيها الأسلحة الثقيلة بشكل كثيف بالتزامن مع غارات جوية على منطقة الجاح وصوب المزارع المحاثية لمنطقة اللاوية إلى ذلك استشدت امرأة وأصيب زوجها وطفلتاهم بقضائف هون أطلقتها ميليشيا الحوثي على قرى بيت الفقيه جنوب الحديدة قال مصدر محلين قذيفة هون أطلقتها بقايا جيوب ميليشيا الحوثي أصابت منزل المواطن حسن كشنة في قرية المنظر بمنطقة الجاح التابعة لبيت الفقيه أوضح أن القذيفة الحوثية أيضا سقطت على منزل المواطن التي أدت إلى استشهاد زوجته فيما أصيب هو وطفلتاهم جودة وفاطمة التي تولت المقاومة إسعافهما إلى المستشفى الميداني نبقى في الحديدة حيث استشد شابان في انفجار لغم أرضي من مخلفات ميليشيا الحوثية الانقلابية في مناطق جنوب الحديدة قال مصر محلي أن شابين في العشرينات من العمر قتل إثر انفجار لغم أرضيا زرعته الميليشيا الانقلابية في التحيطة قبل تحريرها في يوليو الماضي ووفقا للمصدر فإن الشابين كان في طريقهما لتفقد مزرعتهم في المنطقة عندما انفجر لغم أرضيا بهما وقتل على الفور وتسببت حقول ألغام ميليشيا الحوثية التي زرعتها في مناطق جنوب الحديدة قبل طردها منها في مقتل أصابة العشرات من المدنيين أغلبهم نساء وأطفال وفي صعدة حيث شنت مقاتلات التحالف العربي عدة غارات جوية على مواقع للميليشيا شمالية البلاد ذكرت مصادر محلية أن مقاتلات التحالف استهدفت بأربع غارات جوية تجمعا للميليشيا في رازح شمال غرب صعدة ما أسفر عن سقوط قتل وجرح في الصفوف الميليشيا إضافة إلى تدمير طقمين تابعين لها كما استهدفت المقاتلات بغارات أخرى مواقعا للميليشيا في شدة غرب صعدة ما أدى إلى مصرع وإصابة عدد من مسلحي الميليشيا المتواجدين في الموقع هذا وقال محافظ صعدة لواء هدي طرشان إن قوات الجيش الوطني مسنودة بالتحالف العربي على وشك تحرير مران معقل زعيم ميليشيا الحوثية الانقلابية أضاف المحافظ في تصريح صحفي أن معارك ضارية تدور في أسفل عقبة مران لليوم الخامس على التوالي وعلى صعيد أفاد مصدر عسكري أن الميليشيا تكبدت خسائر كبيرة بين صفوف مقاتليها حيث سقط أكثر من 700 قتيل وجريح بينهم قيادات ميدانية في المعارك الدائرة في مران هذا وشنت مقاتلات التحالف العربي عدة غارات جوية استهدفت مواقع متفرقة لميليشيا الحوثية الانقلابية في صعدة وطالت أربع غارات تجمعا للميليشيا في رازح شمال غرب صعدة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحة في صفوف الميليشيا وتدمير طقمين تابعين لها استهدفت المقاتلات بغارات أخرى موقعا للميليشيا في شدة غرب صعدة وأوقعت قتلى وجرحة من عناصر المتمردين الحوثيين شنت قوات الجيش الوطني هجمات متفعية على تجمعات لميليشيا الحوثية الانقلابية في جبهة الضباب جنوب غرب تعز وقال مصدر عسكري أن القصف طال تجمعات الميليشيا في قرية الروض بالربيع وأسفر ذلك عن تدمير عددين من الآليات إلى ذلك اندلعت مواجهات عنيفة بين الجانبين في الخطوط الأمامية لمقبنة وتركزت المواجهات في محيط جبل البرقة وفي المضاب والنبيع في المدرية واندلعت عقب محاولات مجامعا من الميليشيا التسلل باتجاه مواقع الجيش وأشار المصدر إلى أن قوات الجيش أفشلت محاولات الميليشيا التي لادت بالفرار بعد أن تكبدت خسائر في صفوفها وفي مديرات حيفان جنوب تعز تتواصل المعارك العنيفة هناك وسط انهيارات كبيرة في صفوف المتمردين الحوثيين وفاد مصدر ميداني أن قوات الجيش حققت تقدما ملحوظا في جبهة حيفان وتمكنت من السيطرة على جبل ديبان الاستراتيجي وعدد من المواقع الأخرى وشنت مقادلات التحالف العربي سبع غارات جوية استادفت بها مواقع وآليات للميليشيا في المنطقة فيما تصدى الجيش الوطني لمحاولة انقلابية ولمحاولة الانقلابيين للدفع بتعزيزات كبيرة لمحاولة السعادة المواقع التي خسرتها خلال الأيام الماضية في المديرية دعت اللجنة الرئاسية في تعز الأهالي في مناطق الجحملية والمجلية للعودة إلى منازلهم وذلك بعد خروج المسلحين الخارجين عن النظام والقانون منها وأعلنت اللجنة الرئاسية في بيان تخصيصها لجنة لاستقبال التظلمات وشكاو الأهالي في المقر المحدد للجنة أو للجنة دعت بالصراحة المحافظ أو اللجنة متواجدة بالصراحة المحافظ في المجلية كلفت لجنة التهديئة أو كلفت لجنة التهديئة الرئاسية الحملة الأمنية بمتابعة وملاحاقة الخارجين عن النظام والمطلوبين أمنيا في كل مربعات وحياء تعز وتسليمهم للأجهزة القضائية وأصدرت اللجنة الرئاسية أيضا تكليفا للحملة الأمنية المكلفة برفع النقاط العسكرية خارج تعز بالعمل على رفع النقاط داخل المدينة ابتداء من اليوم الأربعاء وأكدت اللجنة في بيانها استكمال السلام إدارة عام الشرطة للأقسام الشرطية وتعزيز كل قسم شرطة بتقم من أفراد الأمن العام وتقم من قوات الأمن الخاصة وانتشار أفراد الشرطة في المواقع والنقاط المحددة وتعهدت اللجنة الرئاسية بإنجاز مهمها مثنية في الوقت نفسه على الجهود الإيجابية والمثمرة للقيادة السياسية والتحالف العربي والسلطة المحلية بالمحافظة وتجاوبهم وتفاعلهم وحرصهم الشديد على أمن المحافظة واستقرارها نبقى في تعز حيث رفعت اللجنة الأمنية حواجز التفتيش التي نصبها المسلحون الخارجون عن القانون من كتايب أبي العباس على الطريق رابط بين تعز والتربة وقال مصر أمني أن اللجنة الأمنية أرسلت حملة عسكرية برئاسة وكيل محافظة تعز لشؤون الأمن والدفاع ومشاركة مختلف الوحدات الأمنية والعسكرية كلفتها برفع نقاط التفتيش على الطريق ابتداء من برباشة وحتى منطقة هيئة العبد المدخل الجنوبي للمحافظة وثبتت الحملة العسكرية 17 نقطة عسكرية وفقا لتوجهات اللجنة الرئاسية واللجنة الأمنية للشرطة العسكرية استشهد مدني برصاص عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية في أحدى نقاط التفتيش بمدخل البيضاء مركز المحافظة وسط البلاد وقالت مصادر محلية ليمن شاب ابنت إن الشاب حمادة محمد علاو السيد قتل برصاص عناصر الميليشيا الانقلابية المتركزين في نقطة عزة الواقع في المدخل الشمالي للبيضاء أثناء مروره على دراجة نارية برفقة شقيقه تأتي الحادثة في ظل السمرار الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيا الانقلابية الحوثية بحق أبناء البيضاء بكل شبر يتقدم الجيش في المحافظات الحدودية يضيق الخناق على شبكات المخادرات الحوثية أحد أهم مصادر تمويل الانقلاب والتي تسهدف السعودية في وجهتها هذه المرة قبض الجيش على سيارة في حيران وعلى متنها 275 كيلو جرام من المخادرات كشفت التحقيقات أنها على صلة بالميليشيات شحنة جديدة من المخادرات تتابعة لشبكات المخادرات التي تستهدف السعودية وتمويل الميليشيات وقعت في قبضة قوات الجيش في المنطقة العسكرية الخامسة بحجة المنطقة العسكرية الخامسة كشفت عن طلقيها بلاغا بوجود سيارة مشتبه بها في قرية السادة بمديرية حيران المحررة أخيرا وفور طلقي البلاغ تم ملاحقة السيارة الفر إلى أحد منازل القرية حيث تحفظت عليها قوات المنطقة ساعة السابعة صباحا تركنا بلاغا أنه سيارة مشتبه بها في قرية السادة فانتقلنا إلى خرقنا عسكري يطاردها فدخلت في منزل أحد الساكنين وعندما قمنا بحيازة السيارة وتفتيش السيارة وقدنا كمية كبيرة من الحشيش 275 كيلو جراما من الحشيش المخدر القادم من أفغانستان وإيران مرورا ببحر العرب أو منافذ التهريب بسلطنة عمان عبر شبكات كبيرة من التهريب مرتبطة بالميليشيا هي المعلومات الأولية الناتجة عن التحقيقات الأولية مع المقبوض عليهم مع الشحنة عرقلة طرق المخدرات من حيران حجاه وما يفسر بحسب خبراء عسكريين إصرار الميليشيا على استعادة المديرية بشن أكثر من خمسة محاولات كبيرة لاستعادة المديرية في غضون الأيام القليلة الماضية وقبل القبض على شحنة حيران بأيام قليلة معدودة تمكنت قوات الأمن في حزم الجوف من قبض على نصف طن من المخدرات في شاحنة مموهة ومخبأة بعناية بحيث يصعب كشفها لولا يقضت رجال الأمن في مدخل الحزم القبض على عدة شحنات مهربة للمخدرات في الأسابيع الأخيرة ومقتل عدد من تجار المخدرات في نقطة الفلج بمأرب مؤشر على تجارة نشطة ومتنامية باستمرار عبر طرق التهريب القادمة من الشواطئ الجنوبية الشرقية وهو الأمر الذي يستوجب بحسب مراقبين عمليات أمنية متخصصة في سواحل حضرموت والمهرة وعلى الحدود مع السلطنة العمانية لمكافحة تجارة المخدرات والتهريب اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي صاروخين بلسيين في سماء منطقة جازان جنوبية المملكة قالت وسائل الإعلام السعودية أن قوات الدفاع الجوي اعترضت صاروخين أطلقتهما ميليشيا الحوثية على جازان وكانت الدفاعات السعودية قد اعترضت صاروخا مساء الاثنين الماضي أطلق باتجاه منطقة جازان وقبله بساعات اعترضت الدفاعات صاروخا آخر أطلق باتجاه ذات المنطقة وبلغ إجمالي الصواريخ البلسية التي أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية حتى اليوم 188 صاروخ أكدت الحكومة أن الأيام القادمة ستشهد استقرارا في الاقتصاد الوطني بتعاون مع التحالف العربي بقيادة السعودية نقشت الحكومة في اجتماع مطول الإجراءات المتعلقة بوقف تدهور العملة المحلية التي هوت إلى أدنى نقطة انهيار لها وقالت بأنها ستتخذ أليات مؤقتة للحد من المضاربة في سوق العملات لتحقيق استقرار ولو نسبي في سعر صرف الريال والتحكم بالتذبذبات التي لا تبررها العوامل والمؤشرات الاقتصادية وإفقا للخطة فإن الحكومة وبتنسيق مع الأشقاء في التحالف العربي ستعمل على إعادة النظر في عمل الأجهزات الأمنية وتوحيد مؤسساتها والسكمة لإجراءة التسهيل المقدم من مجموعة البنك الدولي لتمويل بعض الواردات وبأسرع وقت وتضمنت الإجراءات الحكومية العجل للعمل على إعادة تأهيل الطيران المدني اليمني والعمل على رفع الحظر عن تزويد شركة الخطوط الجوية اليمنية بعدد من الناقلات وتحصيل موارد الدولة المتاحة من كل المصادر وتخلصها من النهب وتفعيل أجهزات الدولة لسعادة العلاقات مع مجتمع المانحين والمنظمات الدولية وشددت الخطة على إعادة تأهيل مرافق النفط والغاز لتغطيط ما يمكن من الاستهلاك المحلي وتصدير الفائض لتخفيف الضغط على سوق الصرف وتعزيز موارد البلد من النقد الأجنبي وترحيل فوائد البنوك من العملات الأجنبية وتسهيل إعادة فتح حسابات البنوك اليمني لدى البنوك الخارجية وتقلص السفارات والملحقيات التي ليس لها وظائف حيوية وفي الشأن أيضا قالت الحكومة أنها ستستخدم كافة الوسائل السياسية والعسكرية والدبلوماسية لإرغام مليشي الحوثي الإنقلابية لتوريد كافة إيرادات الدولة للبنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن من أجل وفاء الدولة بالتزاماتها تجاه مواطنيها على امتداد الجغرافية اليمنية وجددت الحكومة دعوتها المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالضغط على الميليشيا بإعادة الأموال المنهوبة التي نهبتها من البنك المركزي اليمني في العاصمة اليمنية صنع وتسليم الإيرادات الضربية والجمركية من أجل سداد رواتب الموظفين وتعافي العملة المحلية وإنقاذ المواطنين اليمنيين من الجوع قالت الحكومة أن الميليشيا الانقلابية فرضت أمرا واقعا في المحافظات التي تسيطر عليها وتنصلت من دفع الرواتب ومستحقات الضمان الاجتماعي وقطعت الخدمات عن المواطنين رغم كونها تضع يدها على حجم كبير من الأموال والإيرادات تتصاعد حدة الاحتجاجات المنددة بفشل الحكومة الشرعية جراء تخذلها في وضع حلول عجلة لانهيار الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها البلاد وتدهور سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية المزيد من التفاصيل مع الزميل أحمد البكاري يرتفع صوت المعاناة ويزداد غضب الشارع مع التهاوي المستمر للعملة المحلية وموجة غلاء الأسعار النزيف المستمر لقيمة الريال أمام العملات الأجنبية الذي تخطى حاجز الستمائة للدولار الواحد ألقى بضلاله على المواد الغذائية والأساسية حيث وصلت إلى أسعار جنونية بنسبة تتراوح ما بين ثلاثين وخمسين في المئة لأن تفض الشارع في محافظات جنوبية عدة بينها تعز احتجاجا على فشل الحكومة في مواجهة الانهيار الاقتصادي نحن نعيش في مرحلة حرب الآن أضافة إلى الحرب زادت الحرب الاقتصادية من قبل للأسف يأتي في الدور الأول من يتحمل هذه المسؤولية هم حكومة الشرعية التي كدست لنا مسؤولين يستلمون مرتباتهم بالعملات الصعبة فيما المواطن اليمني يعيش وضع اقتصادي مزري لا يستطيع التشراق حب زبادي البنك المركزي يعلن في السابق عن تدخله المباشر بضخ دفعات جديدة من العملات الصعبة محاولا استعادة عافية الريال سبق ذلك اتخاذ قرار بإغلاق محلات الصرافة يقول إنها غير مرخصة لها فيما اتخذت اللجنة الاقتصادية برئاسة هادي وحضور رئيس الحكومة مؤخرا بعض المعالجات جميعها يعتبرها كثيرون غير مجدية الحكومة ما فيش معها ادوات الآن اصلا ما فيش معها ادوات تأثير بحيث انه تدخل لوقف هذا الاسم ولوقف هذا الانهيار وانا باعتقادي انه كما الوديعة السعودية التي يعني طبعا اعلن اعلن عنها واللي هي مقدار مليارين دولار طبعا هي مش هتضح لخزائن البنك المركزي وانما هتبقى في كرصيد محسوب للبنك المركزي موجود في الخارج وضع اقتصادي صعب للغاية يواجهه المواطن الذي ارهقته حرب ميليشيا الانقلاب وتداعياتها على البلاد منذ ثلاث سنوات ما اجعل المنظمات الدولية تقرع الجرس الاندار محذرة من مجاعة وشيكة وانا تلفي السكان بحاجة لمساعدات عاجلة لم تكترث الحكومة الشرعية لأوجاع اليمنيين وآلامهم والكوارث المحدقة بهم فعلى سبيل الفشل انقلاب مستمر وانفلات امن وكارثة اقتصادية ومطارات ومواني مغلقة ونفط لم يصدر وحكومة غائبة اصلا هكذا هو حال المحافظات المحررة فشل يجعل البلد على فوهة كارثة جديدة فوق كارثة الانقلاب احمد البكاري يمن شباب تعز الى لحج حيث تظاهر المئات من انصار ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتيا في منطقة الحبيلين رفعوا شعارات ضد التحالف العربي والعاهل السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورا لمتظاهرين من انصار المجلس الانتقالي الموالي للامارات وهم يرددون شعار برع برع ياسلمان على غرار برع برع ياسعمار ضد الاحتلال البريطاني الذي تم تحرير اليمن منه في الثلاثين من نوفمبر لعام سبعة وستين كما ردد متظاهرون في مدينة الضالع من انصار المجلس الانتقالي المدعوم اماراتيا شعارات منوئة للتحالف العربي في اليمن مرددين شعارات لا تحالف بعد اليوم وهذه هي المرة الاولى التي يرفع الموالون للامارات شعارات ضد المملكة العربية السعودية والملك سلمان رغم ان المظاهرة خرجت ضد الغلا وارتفاع الاسعار ولمطالبة بوقف انهيار العملة المحلية اكد المبعوث الاممي الى اليمن مارتينغريفث التزامه العمل مع مختلف المكونات اليمنية للوصول الى تسوية مستدامة في اليمن واضف في تصريح انقله موقع الامم المتحدة اكدت باستمرار انه لن يكون هناك سلام في اليمن اذا لم نستمع الى طيف واسع من الاصوات اليمنية بما في ذلك المجموعات الجنوبية والتأكد من انها مشاركة في الجهود الرامية الى التواصل الى تسوية سياسية مستدامة وشارك غريفث انه قام خلال الاشهر القليلة الماضية بالتشاور مع العديد من المجموعات الجنوبية للتواصل الى توافق حول مشاركتهم الفاعلة في العملية السياسية مؤكدا انفتاح جميع المكونات الجنوبية في الحوار والسعدادهم لاجد سلم لقضاياهم واكد التزامه بالتواصل الى توافق معهم بشأن مشاركتهم في العملية السياسية بدأ العدو التنزلي لانعقاد مشاورات الجنف بين الحكومة الشرعية اليمنية والميليشيا الانقلابية وسط مؤشرات مبكرة ترجح فشل المشاورات في احراز اي تقدم يذكر اربعة ايام فقط تفصل اليمنيين عن بدء جولة جديدة تتطابق مع جولات التفاوض السابقة من حيث احتمالات الفشل وغياب فرص الحل اذ ان التعنت الحوثي لم يتغير عما كان عليه في جينيف والكويت وقد استبقها ناطق الجماعة الرسمي بالتأكيد على انها لن تفضي الى حلول وهو تأكيد ضمني على ان افشالها هو الهدف من مشاركتهم فيها في المقابل تؤكد الحكومة الشرعية على لسان وزير خارجيتها خلال لقائه بالمبعوث الاممي قبل يومين على تطلعها الى تحقيق تقدم في المشاورات وبدرت باعلان تسمية فريقها المفاوض والمكون من 12 عضوا يرأسهم اليماني بينما لم يعلن الانقلاب بعد عن قائمته والسؤال الذي يفرض نفسه ما هو المتغير في عقد جولة جينيف ثلاثة عن سابقتها من الجولات وما حجم تأثير المتغيرات التي حدثت بعد فشل مشاورات الكويت قبل اكثر من عامين على الصعيدين السياسي والعسكري سياسيا قتل الحوثيون شريكهم صالح والتهم حزبه في صنعاء كما اصبح طارق صالح المقاتل في صفوف الجماعة الحوثية ضد السلطة الشرعية والتحالف مقاتلا تحت قيادة الامارات ضد الجماعة في الساحل الغربي فكيف ستؤثر هذه المتغيرات على جولة المشاورات المرتقبة ناهيك عن الموقف الدولي من المرجعيات الثلاثة لم يتغير عما كان عليه في الجوالات السابقة باستثناء محاولات اممية لتعميم المشكلة وتطويق المسألة السياسية بحلول هشة عبر ذريعة التداعيات الانسانية وضعف سلطة الشرعية مستغلة ضغط الامارات على الشرعية ومنعها من بص نفوذها السيادية على المناطق المحررة وتجلى ذلك بشكل واضح في تقرير المفوض السامي للأمم المتحدة حول حقوق الانسان في اليمن وقد جاء بصيغة صادمة للشرعية والتحالف العربي ما يثيره مخاوفة في أوساط دول التحالف وتحديدا السعودية من ان يتم استخدام التقرير ورقة ضغط وابتزاز وسيف مصلط في مفاوضات الحل وبداية مرحلة خطيرة تهدد مصالح المملكة التي لم تحد من الضغوط الاماراتية على الشرعية وكرست قناعة اممية بضعف سلطة الرئيس هادي وعدم قدرتها على ممارسة سيادتها على اراضي الدولة المحررة نهاية النشر تذكير بأبرز ما جاء فيها مصرع أكثر من عشرين عنصر من الميليشيا في غرة جوية شرقية صنع محافظ صعدة يقول أن مران على وشك ان تتحرر وقتل وجرح حثيين بقصف جوي في رازح اللجنة الرئاسية بتعز تشيد بجهود القيادة السياسية والتحالف العربية وحرصهم الشديد على أمن واستقرار المحافظة تغطيطنا الأخبارية ما زالت مستمرة على قناة يامن شباب نلقاكم مجددا مع المنتصف في أمان الله ترجمة نانسي قنقر